الكرة دايماً للمتعة والمتعة كلها كانت في لقاءين مبارح ولا أروع ولا أقوى ولا أمتع الحقيقة نهائي اليورو اللي جامع بين إسبانيا وإنجلترا ونهائي الكوبة اللي جامع بين الأرجنتين وكولومبيا الحقيقة يعني هو مش عشقاً ولا انتماءاً لمنتخب أسبانيا اللي بشجعه من بداية البطولة لكنه حقيقة التحيز وانتماء أكتر للكرة الممتعة الكرة المبهجة الكرة اللي على مدار مشوار إسبانيا كلها في البطولة ما تغيرتش ما اختلفتش شوية ولاد صغيرين حسبت إسبانيا حسبتها ورهنت رهانتها عليهم وقد كان كتيبة لفوانتي هم ملوك أوروبا هم أبطال أوروبا بعد ما تفوقهم برح على كتيبة إنجلترا ثاوت جيت الغير موفق على الإطلاق الحقيقة بنتيجة 2-1 مبروك إسبانيا مباراة تباحها تقريباً العالم كله تبعت على كل منصات التواصل مبرح احتفالات ومتابعة على مستوى العالم بمباراة إسبانيا وانجلترا خدوا بالكم يعني الماتش طبعاً دي أجزاء من احتفالات نجوم إسبانيا بالبطولة لامينيا مال نيكو ويليمز ألفارو موراتا ناتشو لابورت فابيان رويز نجوم فوق العادة يمكن أسماءهم ما كانتش معروفة قوي ما كانوش مشهورين قوي قبل البطولة لكن النهار دي العالم كله بيتكلم على شباب إسبانيا ونجاح شباب إسبانيا الصغيرين كلمكم على ولاد عمرهم 16 سنة أو 17 سنة مباراة هي درس في فنون كرة القادة أتمنى الحقيقة أنه يعني كتير من مديرنا الفنيين يذكروا المباراة دي ومش هبلغ لقلت يذكروا مشوار إسبانيا كله في البطولة إزاي نجحت كتيبة لفوينتي إزاي خلينا ناخدها جزء جزء الحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي على المباراة دي يعني مبدئيا إزاي نجح خط دفاع إسبانيا في مباراة 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 وهو خط دفاع مكون من مجموعة من العواجيز كاربخال عجوز لابورت عجوز ناتشو عجوز لونورماء مجهول كوكوريا متواضع إزاي نجح خط الدفاع ده في إيقاف أقوى خط هجوم موجود في البطولة بتتكلم على مستوى السرعة بتتكلم على مستوى القوة بتتكلم على مستوى المهارة هاريكين واحد من أفضل مواجمي أوروبا في الوقت الحالي في الفوضن أفضل لعب في الدوري الإنجليزي بوكايوساكا نجم الأرسنل واحد من أفضل أجنحها في البريمير ليج ومن وراهم جود بلينجهام نجم الدوري الأسباني ولعب الموسم في إسبانيا ونجم ريال مدريد تخيل شايف المواجهة حجم المواجهة إزاي تقدر توقف وتضغط وتبطل خطورة منتخب إنجلترا اللي بيدوم عتاولة في كل المراكز ووكر ستونز ديكلين رايس لوكشو بلينجهام كين فاضن ساكا مراكز كلها فيها نجم العرق التقيل إزاي تقدر توقف الخطورة إزاي تقدر تحطهم في موقف دفاعي على مدار تسعين دي ما كانتش الإنجلترا فيهم أو خلالهم سوى هجمتين واحدة قدر من خلالها بالمر بس إنه يسجل هدف إنجلترا الإجابة بسيطة جدا زاكر وبص ويدرس كويس قوي شكل انتشار حسن الانتشار ودقة التمرير دي الفلسفة اللي اعتمد عليها ديلافوينتي مع كتيبة إسبانيا في البطولة كلها مش بس في مباراة إنجلترا مبارح واللي نجح من خلالها في إنه يفرط شخصيته على أكبر المنتخبات في أوروبا إسبانيا تجاوزت كرواتيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ثم في النهائي تجاوزت إنجلترا بفريق ما عندوش خبرة تقريبا معظم عناصره المتميزة من الشباب نشوف العطاة وإزاي طبعا مش بس كان مكسب إسبانيا مبارح في بطولة أوروبا بتحقيق اللقب لكن كمان بتتويج رودري كأفضل لعب البطولة وأنا اتكلمت عن رودري كتير جدا حقيقة من قبل انطلاق البطولة وقلت إنه واحد من أهم العيبة خط النص في العالم في الوقت الحالي إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق وقلت إنه أي لعب أو أي منتخب أو أي فريق عنده بروفايل رودري في فريقه عنده قدرة كبيرة جدا على السيطرة في وسط الملعب السؤال التاني إزاي منتخب إسبانيا يفتقد اتنين لعبين بحجم رودري أتكلم على مرحلة الحسم في مباراة إمبارح بحجم رودري وبيدري إسبانيا بدون ببيدري ورودريجو في شوط تاني من المباراة طبعا ببيدري خرج أو ما كملش مشواره مع منتخب إسبانيا نتيجة إصابته في مباراة ألمانيا التحامه طبعا الشهير مع تاني كروس ورودري إمبارح خرج برضو من المباراة والنتيجة واحد واحد كان التعادل هو السائد في المباراة وخرج للإصابة وبالتالي افتقد المنتخب الإسباني لاتنين من أهم عناصره في مرحلة الحسم ومع ذلك لم يتأثر المنتخب الإسباني وقدر أوريا زابال أنه هو يحسم المباراة لصالح منتخب إسبانيا بالمناسبة تعليقين مهمين جدا جدا للويس دالافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا واحد الرد على كل منتقدي وهنا واحدة من أهم علامات أو أسباب نجاح أي مدير فني طبعا ده رد طبعا احتفالات منتخب لنجوم منتخب إسبانيا مع مديرهم الفني لقطة الشهيرة بعد انتهاء المباراة والحقيقة دالافوينتي بيرد على كل منتقدي إنه لعبته كانوا دايما بيصدقوا فيا أو بياثقوا فيا They always believed in me ودي واحدة من أهم سمات العلاقة النكحة جدا من أي مدير فني وأي كتيبة لعبين جزء كبير جدا من القيادة هو إنه مش فكرة التاكتك ومش فكرة التدريبات ومش فكرة الخطة ومش فكرة الأدوار بقد ما يكون فيه ثقة متبادلة بين التيم وبين المدير الفني أو القائد الفني اللي بيقود الفريق عايز كمان الحقيقة يعني طبعا زي ما حضرتكم شافين طبعا على الشاشة أو هيظر على الشاشة ده اللقب الرابع في تاريخ إسبانيا والجيل ده بيكتب أو بيبدأ مشواره مع المنتخب الأسباني لأن أغلبهم بيشارك لأول مرة في صفوف منتخب إسبانيا في البطولة دي بيبدأوا مشوارهم مع المنتخب الأسباني بتاريخ كبير جدا وبيحققوا اللقب الرابع في تاريخ إسبانيا بعد طبعا ما حققوا اللقب على حساب إنجلترا في توقيت قاتل نفس الكاس اللي دوقته انجلترا لهولندا في الدور قبل النهائي دقت منه على ايد اسبانيا مبارا في النهاية وهو فوز مستحق مع كل الاحترام لمشجع انجلترا لعبين على اعلى مستوى يعني ما تقدرش تنكر قدرات المنتخب الانجليزي الفردية لكن في النهاية ما تترجمش ده مش بس في مباراة اسبانيا يمكن نقول في كل مباراةهم على مدار البطولة وكان فوز مستحق